نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو بعنوان خطة الدولة الشاملة في مكافحة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات أوضح المركز أن خطة الوصول للفئات المستهدفة اعتمدت في البداية على توفير مراكز ثابتة لتلقيح قبل الانتقال إلى مرحلة توفير مراكز تلقيح في أماكن التجمعات مثل متاجر التسوق ومحطات متر الأنفاق والقطارات بعد عامين من تفشي جائحة كورونا وظهور اللقاحات والأمصال ذات الفاعلية والأمان استطعت الدولة المصرية أن تمضي في خطة شاملة لتحصيل مواطنيها باللقاحات والعمل على تصنحها لضمان توفرها كان هناك اتجاهات قوية جدا من الدولة المصرية وبتوجيه مباشر من سيد الرئيس والقيادة السياسية لتوفير اللقاحات وده تحركنا فيه على محورين محور التعاقد مع الشركات المصنعة بيبقى التركيز على الفئات الأكثر تأثرة الفئات الأكثر تأثرة هم أصحاب الأمراض المزمنة والقواقم الصحية لأنها الأكثر تعرضة للمرض كان من أهم أولوياتنا كمستشفى أن نحنا نبدأ كفريق طبي تمريد وكل العاملين الإداريين أن نحنا نبدأ ناخد اللقاح لأنه كان يبقى بالنسبة لنا خط دفاع ومناعة أولى أنا بشتغل كلينيكا المايكروبيولوجي يعني ده يعتبر في تخصصي وأنا متابعة الفاكسينز كل واحد من ساعة اختراعه لقيت أن معظم الفاكسينز لها همش أمان كبير جداً وأن ما فيش أزى متوقع منها الوصول الفات المستهدفة اتخذ كذا طريقة وكذا فكر فكر الأولين هو توفير أماكن ثابتة للتلقيح ثم انتقلنا المرحلة بعد كده مرتبطة بتوفير أماكن للقاحات في أماكن التجمعات في المولاد انتقلنا مش بس للمولاد انتقلنا كمان لمحطات المترو في القاهرة ومحطات القطار سواء في القاهرة أو في أسيوت أو في الإسكندرية مركز تطعيم محطة مصر هنا من الأماكن والنقاط اللي احنا نعتبر فزنا بيها فيه كونتاكت مباشر مع الشعب المصري ومع الجماهير وفي نفس الوقت جرعة واحدة جرعة واحدة بس بنقدر ندي المناعة كاملة لناس مسافرين يعني غير مقيمين مش هيقدروا يرجعوا ياخدوا الجرعة التانية عرفت ان فيه تطعيم هنا هو في محطة مصر فجاي عشان اخدت تطعيم وقاية عشان انا عندي ضح وجيت لقيت الحمد لله يعني تطعيم متوفر وكل حاجة الحمد لله كنت اقلان طبعا ان انا سجل بسبب الشعاعات اللي كان بتحصل والأعراض بتاعت اللي خدوا المصر وكده بس بصراحة لما لقيت ناس كتير جربت وخدت المصر فتطمنت شوية التحور الأخير للفيروس ثبتت التجارب الكلينيكية ان الجرعة التعزيزية تقلل من معدلات الوفاية بشكل كبير تقلل من معدلات الاحتياج لدخول المستشفيات وبالتالي من المهم ان الناس تحرص على تلقي الجرعة التعزيزية الضابط الوحيد اللي احنا بنتكلم عليه هو انك تكون اكملت التلقيح ومرور فترة زمنية احنا في مصر وزارة الصحة المصرية متبنية لفترة ستة اشهر الرسالة جات لي وكانت المكان على المصدر اللقاح ورحت المصدر اللقاح صراحة ناس متعاونين جدا النظام جوا كويس جدا ما خدناش وقت كبير طبعا ننصح الناس كلان هي تنسى التأخذ وتهتم بالموضوع المحور التاني وده كان فيه منتهى الأهمية هو تصنيع اللقاح في مصر من خلال مصانع طبعا شركة باكسيرا هي الشركة الوحيدة في جمهورية مصر العربية ومن اعرف افضل الشركات لانتاج الأمصال واللقاحات احنا هنا في المصنع اللي بينتج اللقاح الكبيد ابتدناها بالتفاوض مع الشركة الصينية النقلة للتكنولوجيا التصنيع الى مرحلة التصنيع الكامل حاليا وينزول المستحضر الى الاسواق وان ابتدى يطعم دي المواطنين ده في المراكز التطعمات احنا عندنا طاقة انتاجية في المصنع هنا في العجوزة فاحنا بننتج يوميا حوالي 320 ألف جرعة يوميا الرؤية المستقبلية ان مصر تكون واحد من احد المراكز مش بس لتغطية السوق المصري لكن احنا بنسعى لتغطية القرى الافريقية من المستحضرات ثابتت مأمونية اللقاح للحامل والمربع بل على العكس كمان ثبت اهمية اللقاح للحامل لانه في الاشهر الاخيرة من الحمل المرأة بتبقى الجهاز المناعي عندها اكثر ضعفا وبالتالي بتبقى اكثر عرضة للاصابة الاطفال المرحلة العمرية من 12 سنة هي المرحلة اللي بدأنا فعلا توفير اللقاح لها بعد انت ثبتت ايضا مأمونيته انا انا سجلت على الموقع وبعد كده بعتولي على هنا فجيت اخدت المصر الجرعة الاولى والمراره ده الجرعة التانية والحمد الله كنت كويسة ونزلت الشغل عادي وحسيتش بأي حاجة اقدمت على الموقع الالكتروني كان التقديم سهل وكل حاجة جات ليومية بفجر ان انا انا اجي اكلمت الثلون هنا جيت وقفت برا طبور لحد ما دخلت هنا واخدت الرقم اهوت ومستني دولت هيئة الدواء المصرية وفقت على عقار المولنا برافير وهو عقار ثموي يؤخذ للبالغين في البداية المرض لتقليل وهو مضاد للبيروس لتقليل شدة المرابة او احتياج لدخول المستشفيات ولازالت خطة دولة المصرية مستمرة باستراتيجيات وآليات للوصول للعدد المسادف تلقيحه من عموم الشعب المصري كافة وفق آليات وضوابط اقرتها منظمة الصحة العالمية